شارك وزير البتروليو الثروة المعدنية طريق الملة في فعاليات الجلسة الوزارية بعنوان استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل الجلسة ضمت وزير البترول والغاز في ليبيا محمد عون وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة الكبرصية نتاشا بلايدس وجاء هذا في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لدول حوض البحر المتوسط بمدينة رفيانا الإيطالية والذي تقام دورة الحالية تحت عنوان رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة تستمر أعمال المؤتمر على مداري ثلاثة أيام في الفترة من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من سبتمبر الجاري أشار وزير البترول إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج في تاريخ مصر خلال العام المالي 2019-2020 بإجمالي إنتاج واحد وتسعة من عشر مليون برميل مكافأة زيت يومية